انا عايزة نرجع يا جماعة على صورة المنتخب عشان تقولي يعني تقييمك لأداء المنتخب اه انا بقول لحضرتكم هه المنتخب هو موجود داخلين اهو تقييمة من لن انا عجبني صلاح انا بحب صلاح جدا بجنون يعني بحب صلاح من سنة 2012 من ما راح بازل السويسري وفضلت امتابع عارف اللي هو هينيدي في فيلم المانسي انا قافل الورشة وماشي وانا صلاح في كل حد ايوه اهو كمان اهو بيشاور عليك بحبه مش فكرة انه لعب موهوب ولاعب شاطر كمان اولا انسان مصري مكافح جدا انسان مصري عنده زكاء واستفاد من الخبرات اللي خده في اوروبا وتطور واتقلم معه وكل ما ده زيد انا هقول لك حاجة بما اني انا هنا المزيعة برضو بسطوتي التحليلي صلاح مبارح كان لي يعني يعني علق الحقيقة وانا عجبني التعليق اول مبارح علق وقال انه يعني مش مبسوط في المنتخب انه بقى في فكرة الاندية اهلي وزمالك مزبوط يعني وانه ده من نادي كذا وده من نادي كذا وقالك دي عمرها ما حصلت احنا منتخب المنتخب اهم صح انا عجبني كلامه جدا بقولك حضرتك اول مبارح اثر فيها الكلام رغم ان انا ما حدش بيأثر فيها خالص ما عنديش اي احساس فانما صلاح بصراحة اثر فقلت لا والله الدمع هتفرق الراجل بيتكلم صح عيب يعني مسكنها اهلي وزمالك واصلو ما خدش افشة في الاهلي واصلو ما خدش طريق حامد ومسكنا في حاجة دليئة قوي وبقينا نشجع فعلا اللعيب عزام هو بيقول لا احنا بيشجع عائل يا جماعة اه اللعيب ده بتاع الزمالك فشجعه او اللعيب ده بتاع الاهلي يا اشجعه فعلا وصاعات الواحد بقى انا بتكلم بامانة كنت بقى فيش نفسي ساعات متلبس ان مثلا الشناوي دخل فيه جون مش عارف عمل ازاي يقول ها 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 هو دخل في الشناوي منتخب مصر يا جماعة تبقلي الصراح ما قلتش انت كده في اي حاجة ما اللي بولك لقى فاشت نفسي متلبس في لحظة في ماتش نيجيريا مثلا اه انت برضو كنت متلبس اه مت فاذا صلاحك بيشاور عليك كمشاور عليك جدا لحاسيت نوا بيقرى بستاتي مثلا وقال السخرية من اللعيبة بتحبطهم وبتوصل لهم فعلا بدأت اخد بالي ان فأنا كممثل اما حد بيتطريق علي او انا شغل بيقولك بتعملهاش تاني لا او مبسوط مني اوك يقولي خلاص انت كويس بيت كويس فعلا السخرية من ممثل مثلا في عمل بتخليه يحبط اللي خايلة عيب الكرة على الهاوى عنده ماتش جاي كمان يعني انت بتعمل توصله نمطقة نوحش بس قد يكون السخرية اللازعة دي وصلت له نمطقة لا استنسترجل ونجمد ونطلع عن درم طبعا لانه موهبتنا بقى الميديا دلوقتي بتوصل للناس صح